تمكن الفريق الخاص وبتنسيق أمني مع القائد أمجد عبد الحميد الصبيحي بعملية استخبارية من إلقاء القبض على أربعة أشخاص على متن سيارة هيلوكس سوداء وبحوزتهم عبوة ناسفة وتم إحالتهم للتحقيق وأكدت الأجهزة الأمنية للجميع أنه وفور الانتهاء من التحقيق فإنها لن تتساهل مع هذه الخلايا الإرهابية وسوف يكونون عبرة لكل من يحاول المساس بأمن عدن والجنوب عامة محذرة من أنه سيكون لهم في المرصاد ولن تثنيهم عبواتهم الناسفة وأعمالهم الجبانة اشتركوا في القناة